هجوم صاروخي يحصد العشرات في مدينة الضالع وسط استمرار التكتب من جانب ميليشيا الحوثي المتهمة بالوقوف وراء هذا الهجوم الأول من نوعه على المدينة منذ تحريرها قبل أربعة أعوام وقع الهجوم الذي يعتقد أنه نفذ بواسطة صاروخ باليستي بعد لحظات من انتهاء حفل أقيم صباح الأحد في ملعب الصمود بوسط مدينة الضالع بمناسبة تخرج دفعة من قوات حراسة المنشآت مما قلل إلى حد كبير من وقوع خسائر كبيرة في أوساط المجندين المشاركين في العرض والقيادات التي كانت تتواجد في منصة الاحتفال الصاروخ أطلق من منطقة تدعى ظهر الحمار بالعرفاف في مديرية دمتة تابعة لمحافظة الضالع والحصيلة التي رشحت حتى لحظة كتابة هذا التقرير تفيد بسقوط أربعين بين قتيل وجريح بينهم أطفال كان بعضهم يقوم بتنظيف الملعب حيث تم إسعاف الجرح لتلقي العلاج في مستشفيات تعاني من قصور في الإمكانية الطبية لم تعلم ميليشيا الحوثي مسؤوليتها عن هذا الهجوم بشكل صريح فقد تجنب الناطق باسم قوات الحوثيين يحيى السريع في مؤتمر صحفي له بصنعاء الحديث عن هذا الهجوم واكتفى بالإشارة إلى أن قوات الميليشيا نفذت بنجاح عمليات نوعية واسعة لمواصفها بتحرير مناطق في الضالع حصيلة مرة تتكبدها الضالع نتيجة الانكشاف الخطير لعاصمتها الإدارية جراء نهج الخذلان الذي عانى منه مقاتل مديريات شمال الضالع التي تركت دون دعم أو إسناد ولقيت ما لقيت من الاتهامات معظمها جاء من قيادات تنتمي إلى الضالع ومعروفة بتبعيتها المطلقة للإمارات واستهدفت الإساءة إلى الدور الكبير الذي أدته وتؤديها المقاومة الوطنية ومن بعدها الجيش الوطني في تلك المديريات وفي منتصف العام الجاري تقدم مقاتل الميليشيا الحوثية بصورة مفاجئة في مديريتي قعطبة والحشة التي تم ضمهما إلى محافظة الضالع إلى جانب مديريتي جوبا ودمت لتنشأ محافظة جديدة باسم محافظة الضالع فسر المراقبون ذلك التقدم الذي بقي معه المقاتلون في تلك المديريات بلا إمداد أو إسناد على أنه يأتي ضمن مخطط يهدف إلى إعادة إحياء الحدوث الشطرية تمهيدا لفرض خيار الدولة الجنوبية والذي بلغ ذروته بانقلاب العاشر من أغسطس آب الماضي في مدينة عدن ترجمة نانسي قنقر